إصرار ميليشيا الحوثية على سحب البساط من موانئ المناطق المحررة إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتها بموجب اتفاق سويد نابع من الإتاوات والضرائب الباهظة التي تفرضها على تجار والأموال التي ستجنيها بالعملة الصعبة من دخول كل حاوية وإن كانت بأسعار مرتفعة عن رسوم جمارك الحاويات في ميناء عدن والتي ستنعكس على أسعار السلع إلى جانب أجور الشحن ويتحملها المواطن مصادر ملاحية قالت إن سعر شحن الحاوية أربعين قدما إلى موانئ عدن يبلغ ثلاثة آلاف ومئتي دولار بينما يبلغ سعر شحن نفس الحاوية إلى موانئ الحديدة أكثر من خمسة آلاف ومئتين وخمسين دولارا بفارق يصل إلى ألفي دولار عن كل حاوية ما يعكس أن ميليشيا الحوثي ستجني أموال طائلة من جمارك الحاويات فضلا عن إرغام التجار على نقل بضائعهم من موانئ عدن إلى الحديدة وظهر ذلك جليا من خلال منع عبور مئات ناقلات القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلا بعد تحرير تجار تعهدات بعدم الاستيراد إلا عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الارتفاع في أسعار جمارك وشحن الحاويات في موانئ الحديدة عن نظيراتها في عدن يكشف الدعاية الكاذبة للحوثيين بتثبيت الدولار الجمركي عند مئتين وخمسين ريالا وتخفيض رسوم الجمارك في ميناء الحديدة بنسبة تسعة واربعين في المئة وهي دعاية أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران لدى قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية إلى سبعمائة وخمسين ريالا مصادر ملاحية كانت قد أشارت إلى أن تكاليف الشح للحاويات أربعين قدما إلى موانئ الجدة السعودية أو الموانئ المصرية لا يتجاوز ألفا ومئة دولار بينما يصل في موانئ الحديدة إلى خمسة أضعاف فضلا عن رسوم الجمارك في مؤشر على أن الميليشيا الحوثية تجرع ليمنيين أسعار مضاعفة خمس مرات عن التسعيرة الدولية ولا يقتصر الأمر على رسوم الجمارك والشحن في الموانئ الخضعة لسيطرتها بل على أسعار المشتقات النفطية والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية ما يعكس أن الدموع التي ذرفتها قبل اشتياحها العاصمة الصنعاء شفقة ورأفة بالمواطن وارتفاع أسعار النفط والغاز هي دموع تماسيح التهمت الجمل بما حمل وما زالت تمعن في تعذيب ونهب المواطن